ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من تاني افتتح فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبط الماضي عدد من المشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة جنوب الوادي الجديد وده يعتبر بمثابة إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة في قطاع الزراعة وده طبعا بيشير لأهمية قطاع الزراعة كأهم القطاعات الانتاجية في البلد وده طبعا بتعتمد عليها الدولة في تأمين أمنها الغذائي وتوفير فرص العمل وده أيضا بيدل على إن مصر نجحت في تخطي العقابات والنهوض بالاقتصاد وتحقيق الازدهار في العديد من المجالات ومنها مجال الزراعة اللي طبعا لي دور مهمة في تنمية احتياجاتنا وتلبية احتياجاتنا من الغذاء والملابس والوقود وأمور حياتية كثيرة وتعتبر أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري النهاردة طبعا في برنامي قطوة عزيزة هيكون مشرفني الخبير الاقتصادي دكتور أشرف محمود اللي هنعرف منه كيفية الاستفادة من المشروعات الزراعية في الفترة الحالية أهلا بيك يا دكتور أشرف ودائما منورنا سعيد بجودي مع حضرتك وأتمنى أن أجيب على كل الأسئلة اللي أنت هتقولها لي طبعا أنا سعيد بالتعامل من ساعات الرئيس وأن المشروع الكبير اللي بتأمد أحمد لله طبعا فيه إنجازات كبيرة جدا بتحصل يومين دول طبعا ربنا معاه يا رب والفترة الجاية تعدي على خير بإذن الله وندا نحقق لمصر كل ما نتمنى يا رب اللهم أمين طيب دكتور أشرف في البداية كده عايزين حداك تشرح لنا كيفية الاستفادة من المشروعات الزراعية في الفترة الحالية الاستفادة من المشروعات الزراعية هي بمعنى أصح هي الأمل والنجاة الوحيدة القادمة لمصر لازم الفترة اللي جاية شباب مصر كله وأنا بقولها هو كله أنت بتأكد على الشباب شباب مصر كله أيه ما فيش كلام يعمل في مجال الزراعة أيه وإن إحنا والتربية الحيوانات احنا هنتكلم بقى عن كل جزئية طبعا الزراعة لازم عندي 28 محافظة تمام لازم المحافظات كلها يتعمل فيها دراسة وبسرعة ما هو مفقود فيها من أماكن زراعية ويكون المسؤول عنها المحافظة الخاص بيئة وإدارة زراعية بتاعة كل بلد ونبدأ نشتغل بجد بجد في هذه النقطة عشان احنا محتاجين ده وبسرعة نحن الرئيس بتاعنا ما شاء الله شغال جمد قوي بس كمان محتاجين شبابنا يكون معانا وخاصة الشباب خارج مصر لازم يشعر بالأمان ولازم نستغل وجود هذا الشباب اللي برا فيه تطفقات نقدية لبلدنا عشان نشتغل على أعلى مستوى في الزراعة طيب دكتور عشان برضو هزين نتكلم عن نقطة مهمة جدا من ضمن برضو التوسعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة للقطاع الزراعي اللي هي كمان ان احنا اهتمينا بزراعة بنجر السكر حديك ممكن تكلمنا اكتر عن زراعة واهميتها والله شوفيه بنجر السكر ده جزء مهم جدا لان السكر هو حياة لازم فيه بلدان او فيه بلدان عندنا في مصر متخصف السكر يجب ده يتعمل لها دراسة وتزيد الكميات بشكل جامد جدا وقصب السكر السعيد كله فيه قصب السكر بس البنجر اكتر ولا العصب ده اساسي لكن بنكلم عن بنجر السكر الاتنين مهمين جدا الاتنين بيكملوا بعض ده ليه اتجاه وده ليه اتجاه والاتجاهين بيوصلون لعدب واحد الاختلاف ما بينهم ايه دكتور طبيعة الاجواء ده ليه اجواء وده ليه اجواء يعني انا فيه تقليل هنا فيه اجواء للمنجر فيه اماكن زي ايه يعني مثلا الفيوم ممكن زيار في بنجر السكر الصعيد مثلا فيه قصب السكر فيه اختلاف وده شوق الوزارة كبيرة قوي عندنا وزارة عظيمة اسمها وزارة الزراعة بتختلف في الزراعة ايه في اساسيات الزراعة يا دكتور اولا التربة تحليل التربة عندنا مهندسين على اكفى ما يمكن تحليل التربة وخصوبتها ومدى امكانياتها الميا عناصر كتير بتخش في الزراعة من ضمنها من ضمنها نظافة التربة اه طبعا طيب برضو عايزين نتكلم بمخصوص المياه برضو اهمية نسبة الاستفادة من وحدة المياه في زراعة المحاصيل في محاصيل زي الرز ما تنفعش اللي عنيه عايزة مية جامدة جدا الرز عايز مية جامدة جدا وعايز فقط اني مناخ لي مناسب اكتر او اني بلد كفر الشيخ دي اساس الرز اه طبعا منصورة مفيش كلام تاني ولازم تزيد الكميات لأعلى مستوى لازم الدراسة هنا مش ان انا هزرع رز انا هعمل زيادة الرقعة الزراعية ايوه زيادة الرقعة الزراعية حوالين المكان انا مع الاستصلاح ده جميل اوي لكن اشوف البيت البتاع الاول الموجود ادرس محافظاتي كلها وهي فعلا الدولة بتستهدف دلوقتي زيادة اربع ملايين اربع مليون فدان اه دولة دولة موضوع لكن انا انا بتكلم على الداخل كمان اه والداخل ده لازم يشترك في الشباب شباب مصر كله لازم يتعايش في الداخل اما موضوع التصلاح او 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 ده موضوع تانية تخص دولة دولة كبيرة زي مصر طب لو كلمنا عن الشباب يا دكتور كلمنا عنهم ايه المطالب منهم انا لما جاي لما كنت برا لما جيت اعمل مشروع الامان اول ما شعرت بالامان اه ابتت اشتغل في بلدي حبيت خلاص بلدي عدت في بلدي ابتت اشتغل للنهار في بلدي اه هو ده ان احنا عندنا مجال عندنا مساحة جميلة اوي اه خمسة وتمين في المئة مساحة بمصر صحرة اه لازم تتزرع زي ما عمل سيدنا يوسف هو سيد نصف عمل ايه ايه زرع زرع مصر كلها مصر كان كل الدول بتعتمد عليها عشان تاكل كل واقف على مستنى دوره عشان يخش ياخد حبوب من مصر لازم هي دي اه مصر دولة جدا قوي وربنا اه ادخلوا مصر بسلام امنين ايه وبرضه فيه اية تانية بتقول ان لكم فيها ما سألتم هذه الاية من فلها ومصر فيها خير كتير نبدأ الدراسة الزراعية المتأنية الوضحة وحنا عندنا ما شاء الله عقول انا بقعد معهم بما اني مستشار في كلية العلوم مع مع الدكاترة العظام ناس ايه الفخامة دي ايه الجمال ده لازم العقول تتدخل بتوع كلية العلوم وبكلية الزراعة ولازم تحصل نهضة وصورة مصي صورة زراعية مش نهضة لا لازم نعيد اللي فات احنا كنا ايه من 20 سنة من 25 سنة احنا كنا ملوك القطن ايه طبعا صح نرجع دي لو رجعنا تاني قطن وسكر ورز كله كله ايه سدقيني الفترة اللي جاية مش مش هتبقى كويسة سدقيني طيب فلازم نعتمد الفترة الجاية على ايدينا احنا وانا بواجه الكلام ده معلش انا لولادنا لبرا حنلف اللف ومناشي اللي هنا اكيد طبعا هنروح وليجي دي بلدنا ايه احلى بلد صدقوني هنا ادقوا فكروا هنا ايه ادقوا خططوا الهنا ونرجع هنا ونشتغل ونحب بلدنا هنا ونبزل لان في الاول والاخر المفاجأة ان العالم اغلبه اللي حقينا كله هنا بص لنا احنا وهنا طبعا طيب دكتور اشرف عايزين نتكلم ان الدولة دلوقتي منتجة لزراعة الامح والاعلاف لو الشباب دلوقتي عايز يعمل المشاريع يعني يهتم بزراعة الامح والاعلاف هل ده فعلا حيحقق له نسبة ارباح كم في المية لو قلنا تقريبا عا تصدقيني اه طبعا عا تصدقيني اكيد طبعا بصي الزراعة بالزاد خير كي بالقوي ايه والله يعني انا انا اشتغلت في زراعة انا مش بتاع زراعة فاشتغلت في زراعة خدت فيها خبرة كبيرة قوي واخسرته في الاول بس الزراعة دي ربانية شيء علاقة بينك وبرربنا ربنا سبحانه وتعالى اذا اعطى العبد اعطاه ربنا بيكرمه طبعا ومن ضمن الحاجات اللي فيها اعطاه الزراعة لو زرعت من قلبك صدقني الطير اللي جاي ياكل في اجر الازرعة طالع لمين لي اجر الزراعة هي اهم حاجة صدقيني حتى لو انا مش درسة هو التجربة ايه اه هو احنا كلنا عملنا ايه في الدولية احنا كلنا جربنا ايه كل حاجة جربتي انت كنت فننها كبيرة قوي ديوقتي بقيت مزيعة كبيرة قوي ربنا يكرمك دي مش حيئة انت كنت فننها جميلة جدا ديوقتي انت مزيعة جربتي والحمد لله ربنا قرمك لازم اقصر ولازم اجرب عشانه انجح بس بعد ما اجرب انا هنجح وبعدين طالما ربنا معايا اكيد طبعا هوصل واحنا ربنا معانا برغم كل ده كله اللي حوالينا لكن برضو مصر عظيمة وربنا معايا وحميها وحتعدي بس انا كل طلبي الفترة الجاية التكاتف وخاصة في موضوعات زراعة بالذات ايه لان لو قدرنا نوصل لاعلى المراحل الكل هيبصرنا بصة تانية خارص طيب دكتور اشرف شايف اكتر محافظة انت شايف فيها ممكن انتاج زراعي اكتر كل مصر مصر كلها مفيش حاجة محددة مصر فيها خركة او في كل حيطة فيها حتى لو اختلفت الطربة حتى لو اختلفت الطربة اه دراسة احنا دراسنا مشكلة اللي بتقابلنا دايما حتى في كل حيطة ما انا اكفي احتياجاتي الاول انا انا لي ايه اكتر في اني مكان اكتر ما اقولك انا دلوقتي انا محتاج رز انا عندي كفر الشيخ المنصور احتيدي يلا ازود الرقعة الزراعية ازود الرقعة باي طريقة ايه انا محتاج ملوخية يبقى هنا هنا انا 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 بس هياخد وقت مني ده انا عدت اه 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 اعملت وعدت اقارى فترة واشوف الدنيا فيها ايه احنا ممكن ننجح بس عايزة حاكتين يعني بعض تستزعن مني حب بلدك واخلص لبلدك هتجد فيها كل الخير لو احنا حطينا ايدينا في ايدينا بعض وبتلنا نفكر في شبابنا الغالبان وبتلنا نشوف الدنيا فيها ايه هتتغير حياكتين قوي اكيد طبعا دي الدراسة اللي ياكب تكون والدراسة دي مش انا انا في كاحتين عملتي معهم في مصر من ساعة ما جيت كلام ده من 20 سنة كانت وزارة الزراع تمام ماشي وشركة ترديف المصري وايه وشركة ترديف المصري اوكي اشركة ترديف المصري مثلا انا بفتكر ان انا دخلت فيها استفدت منها ايه دكتور عشان كل حاجة كل حاجة حتى في التعامل والله العظيم حتى في التعامل حتى في قبلتك صعوبات قبلتك مشاكل في البداية اوه انا زراعة غلط زراعة والفلوس يعني خسرتك الأول مثلا جيت زراعة برسيم حجازي في حاجاتنا مهانسين فكره دي قصرتك بساعتك بالأول ما عادش عاشت بالعكس قلتنا بقركن ويبدأ من الأول جديد اتجاهت الاتجاه التاني خالص وهي زراعة ايه ازا تقول ايه ما شاء الله بقى في جنب الشجرة بحضنها من جمالها وابوسها فرحان طبعا اه طبعا اكيد ده الفرق فلازم ما فيش انسان ما بيتعلمش كلنا بيتعلم وكلنا بنغلط بس اما حاجة وده برضو يعني ما يخدش مني الكلام ده المكان المناسب للشخص المناسب يؤدي لنجاح المناسب احنا مصر دولة احنا كلنا بنعشقها فلازم اه وزارة الزراعة وزارة جميلة جدا وزارة الزراعة لازم نعمل تقطيط شامل خاص بـ 28 محافظة واي واحد قاعد على ارض لأي اسباب مش مزروعة ما ينفعش لازم كل حتة في مصر يكون طالع منها خير وخاصة الفترة الجاية تربية الحيوانات من اول الفرقة لها السر والحيوانية طبعا دي مهمة جدا يا راني بو لازم مكملة للزراع يا دكتور اشرف مكملة ليها طبعا اساس اساس احنا من غير الزراعة ومن غير صاروة حيوانية هنعيش ازاي في سؤال لحضرتك لو قامت دوشة في العالم حوالينا وده ممكن متوقع زي ما بيحصل حاليا كده هنعمل انا نفسي ما بقاش محتاج حد حقيقي بجد دي حقيقي انا كراجل مصر بحب بلدي دي عواقع مش عاش حاجة من حد بالعاكس انا عايزهمهم يحتاجوني انا شاف كده انا مكفي بلدي وشعبي والباقي اللي عايز حاجة ياخدها بالضبط لكن اهم حاجة اني التفل الصغير يحس بالامان وموجود حاجته البيضة بتاعته يبقى في اكتفاء ذاتي بالضبط بالضبط ويعب كل محافظة فيها انا عندي مئة الف انا اسم جدا يبقى عندي ما يغطي المئة الف دي شغلة الشخص نفسه انا عندي مئة الف يبقى لازم يغطي المئة الف بس ولازم اللي يشتغل في المحافظة المنتجة الجميلة اللي اهلها ما بيناموش وضعها يختلف تلاقي خيط برضو وتلاقي دنيا تانية هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون الكل مجتهد نصيب نصيب طيب واحنا لازم نجتهد الفترة الجاية طيب دكتور اشرف عايزين نتكلم عن دور قطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عايزين نتكلم عنه حديك شايف ايه الدور القطاع الخاص سيادة الرئيس بيبذل فيه مجهود كبير اوي بس هو اهمى لفترة طويلة بسبب الضغوط لذلك يجب الحق للقطاع الخاص فاسرع وقت في اه هو فخامة الرئيس طبعا طلب بتعزيش ربنا يحفظه اه انا شخصيا ربنا يحفظه بجد لازم القطاع الخاص يقض وضعه اقوى من كده لان يعني هو اللي هشجل شبابنا حتى في المشروعات اللينا بطالب بيها للشباب الطابق القطاع ليس المشترك فيها بس تحت ادارة مين مش افراد ايه الدولة الدولة الاساسي الدولة لكن ممكن قطاع الخاص يقص يشارك ويوقف مع الافراد ويبني قواعد ويبني لكن تحت ادارة الدولة الدولة مسك Laytan's كل الامور في ارياض ماشي لكن الطاع القطاع الخاص شغال ونازي بتشتغل وطالب التكولوية العلوم بتشتغل وكلوية الزراعة بتشتغل الكل بيشتغل بيجتهد أنا طالب في قليلة زراعة، لازم أخش الأرض ده أشتغل فيها، لازم أعرف كل حاجة على الأراضي أتعلم، أنا أتعلم، لازم أعرف، أتعلمت أطبق على الأرض الواقع أنا عادت مع داكاترة بيعملوا والله بيعملوا مفيق شربات، المية بيقرروها وبيعملوا شوفت يا عجب أنا عشت فترة تبع جامعة المنصورة، ناس إيه العلم ده؟ والله بعد أسمع المعلومات اللي عندهم، والله العظيم أنا ببقى فلازم نزل العلماء للفترة الجاية كمان يشتغلوا واستفيد من العقود طيب دكتور أشرف من أيام فقامة رئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح موسم حصاد الأمح في تشكا حدك كلمنا عن المشروع دوت، ونوضحه أكتر للشباب ونوضح أهميته تشكا أنا عندي أرض هناك، كنت شارعها زمان، ما اشتغلش فيها أنا كل كان اهتمامي بسيوة اهتميت قوي بسيوة لدرجة أن أنا بعش أطراب سيوة لكن تشكا جميلة جدا، المية مية نيل، الأمح هناك جمد قوي ايه، لو اشتغلنا فيها بجد، ومن ضمن المشروعات اللي أنا بتمنى أنها تخش أو البلاد اللي تخش داخل المشروع اللي بتمنىه ويكون تحت فخامة تحت فخامة الرئيس تشكا، لأن يكون فيها أجزاء للشباب هناك والعمل بجد في زراعة الأمح على أعلى مستوى، لأن تشكا نكحة جدا، لأن المية فيها تشكا على المية عن نيل، معمول فيها، هتقال روحتها، تسدقي روحت شبت أرض مرتين، لأن تجاه كله كان سيوة سيوة، أنا بعش أسيوة بصراحة، لأن سيوة فيها حاجات، بس لما تعيش جواها تحس بالخيال، تحس بالجمال، حتى أهلها ناس حلوة قوي، ناس جميلة قوي طيب دكتور أرشف، أنا بلاحظ دائما من كلام حضاك أنك أنت بتركز على أن الشباب، هل الشباب هيعمل كل حاجة بنفسه، ولا لازم يكون فيه مساعدة من الدولة؟ بصي، من غير الدولة، أنا، أنا عشان، ما هو أنا عشان أحقق ذاتي، من غير الرئيس، من غير إدارة زراعة، من غير شركة، لا، يبقى لازم يبقى فيه منظومة، كل للمنظومة، ما هو أنا بقول كده، بس يشاري فيها قطاع الخاص، بس تحت من؟ قيادة، تحت الإدارة، من سوكة، من حديد، ما فيش تهريك فيها، هنطلع يا أولاد الذين في خلال ثلاث سنين هنطلع وإنتوا هتمبسطوا في خلال ثلاث سنين، ما فيش كلام تقني، وهنبذل كل ما في وسعنا، كل ما في وسعنا، يا ماتوء، يا قصد، يا ناجح، يا ناجح، بحيث في خلال الثلاث سنين طيب وإحنا إيه اللي بيمنع عندنا الإرادة دي؟ إيه الصعوبات؟ إيه اللي حاجات اللي هي واقفة قدامنا؟ ما فيش صعوبات، طيب، في حاجة واحدة بس، ما هيه اللي مانع؟ ما هيقولك، ما هيقولك إيه المانع؟ المانع، أنا في الوقتي بحب الكرة، تمام، بس مش هارف أوصل للجون، عشان ما حطش الأسباب اللي توصلني للجون، عارف لو حطنا، ما لعبتش صح؟ لو لعبنا صح، وجدنا الأمور صح، حاني بيجوان، دي إحنا مشاهد، إحنا شعب، أنا عادت برا مصر بأمري كله، إحنا شعب صعب قوي، وناجح قوي، بجد، بس لو لعب صح، وتلعب معه صح، إنسيه، كل لجوم هنا تلعوا يجروا، إحنا شعب مصر، دولة عظيمة قوي، وللناس اللي مش فاهمة كده، لأ، ودولة قوية قوي، وتخوف، بشعبها ونسها، أه، لأ وتخوف، لو اشتغلنا بجد، وديننا فرصة بجد، حنعمل حاجات بجد، وإحنا معنا رئيس جميل قوي، وبجد، وممكن نعمل حاجات حلوة أو بجد، بس نظبط الأمور بجد، عشان نلاقي الجد، بس طيب، إحنا محتاجين برضو من حضرتك، نلقي الدوق للشباب، وبرضو النقاط المهمة اللي إحنا نرفع بها الاقتصاد المصري، كل الموجودين داخل مصر، كل رجال الأعمال، كل شغالين برا مصر، الدولة تعمل لهم خطة جذب، كل اللي شغالين برا مصر، جذب لبلده، حبيبته، حبيبته وأمه، هنا، وكله ويبدأ نفكر إيه المشروعات اللي ممكن للزراعية، مش دعبات المشروعات، لأنه مش فكري، يعني أنا لو أعيش برا ومغترب جي بلدي، هستثمر في بلدي، هستثمر في الزراعة، انت عايح حبيبي، دي بلدك، دي أمك دي، بصي، ما فيش حد هيقعد، كل هيتجع هنا، صدقيني، الأيام اللي جاية، دي بلدنا، ودي أرضنا، نبدأ نفكر في مشروعات صراعية ضخمة جداً لهؤلاء الأفراد، ورجال الأعمال الموجودين، أهم حاجة مش أبني بيت، للأسف، هيجي وقت مش ألاقي أماكن نعط فيها، نعزين نبني، ناكل ونشرب صح، ونضطي ونعمل اكتفاء ذاتي صح، وبعد كده عملوا أنتوا عايزينه، بعد ده، اعملوا اللي بتحلموا بيه، إن شاء الله تطلعوا الأمر، بس أنا أطلع الأمر إزاي، وأنا أصلاً نفسي مقطوع، أنا تعبان، أنا خلصان لوحدي، فلازم يستعمل الخطة في الأول النجاح الكامل في النظام الزراعي الاقتصادي بشكل مية في المية، إن شاء الله، ثم الاتجاه لكل حاجة، لو نجحت زراعياً، ونجحت رجعت زي زمان، قل الزمان، ارجع يا زمان، هتتغير موكلة أوي، وعني بأدولة صناعية، بإذن الله، ليش بعت؟ احنا بنشكرك يا دكتور أشرف ونورتنا وقتو عزيزة، وأسف لو كنت عصدشة، بس حقيق عليك، أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن تشغل دايماً على كير، ومتشاكل أوه على اللقاء الجميل معاك إذا، إحنا اللي أسعد ومنستفاد من حضرتك طبعاً، أنا اللي أسعد منك والله، ربنا أوفيك ويكليك، شكراً، 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 اشتركوا في القناة